موسيقى الاهلي يسعد لدور الستاشر على حساب شواكش مصر تلاتة اتنين في مباراة احلى ما فيها سعود الاهلي لدور الستاشر وكمان استمرار تقلق محمد شريف وعودة ميل جيبسن والكرة المصرية احمد الشيخ قبل ما نرحب بضيوفنا ونسمع اراءهم ونقول لهم مبروك نطير للملعب على طوله كريم احمد معانج من اللقاء بالتأكيد نشوفها يولوه كل التحية لك كابتن سيد عبدالحفيز كل مشاهدة وطبيع ملعب الاهلي في كل مكان معانا اتنين من نجوم النادي الاهلي من بارك طبعا من النادي الاهلي طبعا على هذه المباراة ومباراة صعبة محمد شريف واحمد الشيخ محمد شريف في البداية مباراة صعبة قلنا ظروف محيطة كتير جدا حوالين الفرقة اصابات وغيابات ولعبة في المنتخب لكن عندنا سقة كبيرة فيكو على قدر المسئولية حققت وفوز مهم في بطولة الكاس حابب تقولي على المباراة بسم الله الرحمن الرحيم ببس على كابتن سيد والله كان ماتش صعب انت عارف ماتشات الكاس دايما بتبقى مع عربة فالحمد لله قدرنا نكسب رغم صعوبة المباراة انت عارف طبعا زي مولدلك ماتشات الكاس بتبقى فها صعوبة كبيرة فالحمد لله قدرنا نسعد وده المطلوب يعني الفترة دي نركز ان شاء الله على ماتشات الجافة في ركب مستر باترس وكل اللعيبة قالت ايه قبل المباراة كنتم ركزين ازاي زي ما قلنا الظروف كانت صعبة جدا قبل المباراة دي يا محمد مستر باترس كان عنده سقة في جميع اللعيبة ما تأثرناش بالإصابات ادانا السقة الموجودة قد الحمد لله وده اللي كان مطلوب يعني من في الماتشان الام حاجة نسعد وهو ده اللي طلبه من مستر باترسان اروح للشيخ وارجعلك تاني خليك معي محمد يمكن طبعا الشيخ ببركلك الاول على الهدف وعلى الاداء كالعادة يمكن ما بتنزب بلك تأثير في المباراة في الدوري في الكاس حابب تقولي النهاردة على الفوز وبتشوف بطولة الكاس بتمثلك ايه مع التلاحم الكبير جدا كابتر احمد بسم الله الرحيم بحمد ربنا طبعا على الفوز طبعا الاول وعلى الهدف الحمد لله يعني بفضل الله علي ان اكرمني بالهدف ده وطبعا من فضل الجاز الفني وزمائل العيبة في الملعب مساعدين الواحد يطلع كل عنده بشكر ربنا طبعا والحمد لله متفوز مهم بطولة الكاس يعني عارفين طبعا ان هي بطولة الصعاب هوا مفاش فيها فريق كبير وفريق صغير والحمد لله يعني على الفوز النهاردة انا عايز اقفل الصفحة دي لان عندنا حاجة مهمة جدا وهي مباراة فاك ستيف مباراة قبل النهاية انا عارف انتم مركزين فيها بشكل كبير كابتر احمد بتشوف المباراة ازاي وبتشوف وصول النادي الاعلي المرحلة ازاي فيه طبعا هنركز ان شاء الله من نهاردة حلاص بقا ماتش النهاردة انتهاء نركز ان شاء الله على الفترة اللي جاية مباراة فاك ستيف هتكون مباراة صعبة طبعا اه عندنا اصابات وعندنا يعني سوء توفيق بالنسبة لاصابات لعيبة كتيرة مهمة في الفريق لكن طبعا احنا تعودنا النادي الاعلي بيضم لعيبة على الاعلى مستوى وان شاء الله اللعبة اللي يكون موجودة تقدر تقدر بشكل كويس ونسعد وناخد بطولة افريكا بإذن الله بعد ارجع تاني محمد شريف ببارك لك كمان على الهدفين بيباليك اداء مماز كمان يا محمد بشوف التدريبات وبنتابع عندك اسرار كبير ويمكن انت يطلع لك لقب البديل الهداف لكن احنا بنقول ان محمد شريف هو لعب هداف وليس لعب بديل الحمد لله والله الهداف دي رزم عند ربنا فالواحد بيكتعد وبيعمي عليه بيموت نفسه فربنا الحمد لله بيكلم الواحد يعني بالهداف دي الحمد لله مهم المكسب يعني مش مهم الهداف الحمد لله كل اللي بتشوف مباراته فاق ستيف ازاي المبارات باق ستيف حضور جماهيري هيبه كبير جدا بتشوف المبارات ازاي وبشوف فرص النادي الاهل ان شاء الله في الحصول على بطولة افريقيا ازاي دي وممتش ماتش سهل فكل ماتشات صعبة حتى ديك شفت النهاردة محترم نادي لتسارة درجة تانية مباركة صعبة وصعادنا بالعافية فكل ماتشات بالنسبة لنا تبقى صعبة وحنا بنتركز في كل مباراة وان شاء الله نقدر نسعد ان شاء الله في الجزائر بإذن الله لا تقولش عليك مصندة الجمهور مطلوبة لان جمهور كان عدد قليل بيكون متواجد لكن عندنا ساقة كبيرة في الجمهور خلال مبارات اللي جاي رسالتك إيه الجمهور وحابب تقولي الجمهور محمد بتمنى اللهم يرجعوا تانية يمنوا المدرجات بيدوا دافع علينا في الملعب بيأثروا معانا حتى لو احنا مثلا مشفاقين فماتش بدونا دافع بيخلونا نلعب فبتمنى وجودهم ان شاء الله يعني فترة لدى حبيب اهتش مستمرين معاك يا كابتن سيد طبعا بمبارك من جديد لكل فريق للنادي الاعلي مبارات الكاس زي ما قلنا التلاحهم الكبير جدا للمباريات الظروف كانت صعبة جدا محيطة فريق للنادي الاعلي لكن زي ما بنقول عندنا سيقة كبيرة في كل اللاعبين سواء اللعيب البديل اللعيب الاساسي مفيش لعيب بديل والعيب اساسي عندنا سيقة كبيرة جدا في كل اللاعبت النادي الاعلي وزي ما بنقول كمان يا كابتن سيد مستمرين معاك نضميلي طبعا المدارب العام وقام عمل مدير الكرة كابتن كابتن سيد عبدالحفيز كابتن محمد حشيش كابتن ابراهيم عبدالصمد الحمد لله انا بقى حقي طبعا كابتن سيد والستوديو كله كابتين الكبار وبلوهم مبروك النهاردة الحمد لله مبارات صعبة وانعرفين مبارات الكاس دايما صعبة وحتى يعني لو بنلعب الصعوبات اللي احنا ممر بيها والغيابات اللي ممر بيها وبعض اللعيبة اللي بتريح نتيجة الضغط المطشاط لكن اللي انا بقوله ان احنا النهاردة كسبنا العيبة كتيرة غير النتيجة كسبنا عناصر جديدة اول مرة تخش النهاردة احمد اول مرة من اول الموسم الناس ما خدتش فراسها النهاردة الراجل مستر كارترون بيديهم فراسهم زي احمد علاء وزي الجزار طبعا يعني ان هيبقى فيه بعض الاخطاء او بعض الحاجات الصغيرة لكن دي طبيعي جدا لان بعد الملعب مش حاجة سهل لكن انا بقول لنهاردة احمد علاء قدى والجزار قدى ندفد كمان بقالوا فترة ويمكن اول مباراة لي احمد الشيخ اول مبارا لي احمد رايين اول مبارا لي فعندك مجموعة كبيرة جدك بعيدة النهاردة بندخلها ودي سكة من الجهاز ومن مستر كارترون للعيبة معناها ان انتوا قادرين وانتوا تقدروا تاخدوا المسئولية وتحملوا المسئولية فانا بقول الحمد لله مبروك النهاردة ان شاء الله اللي جاي النهاردة مكسب لين اخر عودة السلية النهاردة لما السلية بيرجع بيعمل لك اضافة قوية جدا فان شاء الله اللي جاي كمان يرجع لنا عشور وساعد السمير وكل المصابين وميد وجابر كان معنا نهاردة بس مستر كارترون فضل يعني انا اللي اقصده ان احنا ان شاء الله المكسب ده هيخلينا يرجع لنا مجموعة كبيرة جدا ونستعد ان شاء الله المباراة وفاكس طيف ودي سمة البطل انا اللي اتكلمت مع العيبة قلت لهم احنا ممكن نخسر مباراة لكن سمة الفرقة الاهلي وسمة البطل انه لما يخسر مباراة على طول المباراة اللي بعدها يكون وقف عن رجله واسد والحمد لله النهاردة احنا صعبة مباراة صعبة وفيه توطر وفيه وفيه لكن ادنا نطلع بالتلات نقاط الحمد لله بالهدف بتاع الشيخ معاكبت ان يوسف انه كان فيه شغل كبير الجهاز الفني على هذه المباراة نظرا لمباراة الاتحاد فيه شغل كبير جدا بوزل لان فيه توليفة جديدة ما بتلعبش مع بعض عند الإصابات عندنا العيبة في المنتخب كان ليك دور كبير وكان مستر باترس يكون دور كبير كجهاز فني في المباراة دي على طول الجهاز الفني بيشتغل ومستر باترس كارترون بيشتغل مع العيبة ومبرح واول امبرح احنا من ساعة ما بخلصنا مباراة الاتحاد ما خدناش راح على طول اشتغلنا اليومين دول جهزنا اللعيبة وجهزنا الفريق اللي احنا نبدأ به النهاردة والحمد لله انا بقول لك كل مباراة بيبقى لها ظروفة ولها تجهزاتها ولها الناس بتوحها فلان انت اي مباراة تلعبها حتى لو اديها محسوبة عليك ونالدل قالي مطالب انه يفوز بيها فانا بقول لحمد لله المباراة دي كانت عونق زجاجة لانه جاية بعد تعصر المباراة الاتحاد ونحن قدينا في مباراة الاتحاد ونحن بارجع واكد تاني خلال طبعا الستوديو بتاعك في السيد احنا لعبنا مباراة الاتحاد انا شايف المباراة جيدة ومباراة كويسة جيدة لعبنا وقدرنا نحلس 3 اهداف في مباراة ما قدرنا نحلس 3 اهداف لكن بعض المساحات او بعض الاهداف اللي احنا تلقناها صعبت للدنيا ده مش العادي بتاعنا ان احنا ناخد 4 اهداف لكن انا بقول الحمد لله ان احنا قدرنا نعدي الخطوة دي مع العيبة اول مرة يلعبوا دي فيها صعوبة شوية لكن الحمد لله تحملنا الرزق والحمد لله ربنا كارم الحمد لله اخيرا يمكن عندنا ساقة كبيرة في كل العيبة وفي الجهاز ان شاء الله كون منصبنا حددنا صفري 21 كابتن يوسف عايزين نحط في الاجواء جمهور النادي الالي وهمية هذه المباراة ان شاء الله المباراة دي مهمة جدا بالنسبة لنا في تركيز عالي جدا وفي ان شاء الله الفترة الجاية دي عودة المصابين هيشتغلوا بحيث ان ان شاء الله نرجع بالكورب كاملة ايضا اللي بتمنى ان اللعيبة الدولين بتوعنا يرجعوا سواء اللي هما السليف كلوبالي او ازارو منتخب مالي ومنتخب المغرب او اللعيبة بتوعنا في منتخب مصر يرجعوا المتخب الأولمبي كمان هيسافر دلوقتي حالا على طول يطلع على الماطشين كل المجموعة اللي لعبوكاس مصر فانا ان شاء الله كل المجموعة دي ترجع لنا يبقوا السلام عشان نستعيد ان شاء الله المباراة مهمة جدا جدا وخطوة مهمة جدا جدا وانا يمكن بقى اكد تاني نادي الاهلي يعني لغاية النهاردة احنا ما عملناش حاجة وممسكناش حاجة في ادينا نادي الاهلي ما بيحسبش وصل كم مرة فاينل هو بيحسب كم مرة فاز فان شاء الله الخطوة دي وخطوة وفاق سطيف ان شاء الله تدخلنا ومهمة جدا ان احنا تدخلنا ان شاء الله خطوة للنهائي ان شاء الله شكرا مبيروك عليكم مبيروك اكيد للكابتن محمد يوسف القام بعمال المدير الكراء والمدارب العام لفريق النادي الاهلي مبركة نتغاية في الصعوبة وزي ما وانا كابتن سايد يمكن الظروف المحيطة بفريق النادي الاهلي من اصابات وغيابات تأثرت بشكل كبير النهاردة لكن سيقاتنا الكبيرة في لعبة النادي الاهلي والجهاز الفني اكيد النهاردة كان لها تأثير كبير بنحرز هدف واثنين وثلاثة وبنرجع للمباراة اكيد ان شاء الله خلال المباراة القادمة في بطولة الكاس لكن عندنا هدف كبير ان شاء الله الاهلي وفاق ستيف الجزائري في ستيف مباراة العودة ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي مستمير معك كابتن سايد يوسف المدرب العام والقام بعمل مدير الكرة وبعد ما اسمنا المتقلق محمد شريف الأحرى الصينية النهاردة وبعد ما اسمنا أحمد الشيخ اللي دلوقتي انت على تدي يا أحمد يعني تدي للأمام هو ترجع تاني للقار يا محمد فان شاء الرحمن اللي جايب بالنسبة لك أحسن بإذن الله أذكركم بالأهداف بقى 3-2 الهدف الأول كان عن طريق هشام رجب للترسانة في الديئة الرابعة وتعادل محمد شريف في الديئة 37 ثم أحرز عمر طر أو أخطر لاعب في الترسانة هدف في الديئة 64 ثم يتعادل محمد شريف في الديئة 71 ويتفوق للأهلي والأهلوية أحمد الشيخ من مكاسب اللقاء بالتأكيد هو ظهور أحمد الشيخ وعودة عمر السلية زي ما ذكر كابتن محمد يوسف كابتن مرهيم مبروك الله يباك فيك الحقيقة ولادة متعسرة ولادة متعسرة جدا هشام رجب قلب التربيز على النادي الأهلي في الديئة الرابعة في بداية المباراة المفروض أن اللعيبة الجداد اللي لم يكنوا خدوا فرصة قبل كده نازلين يأكدوا وجودهم وأنهم يبقى لهم فرصة في الفرية الأساسي فقلب التربيز عليهم خلاهم فترة توهان قعدت منهم حوالي تلت ساعة النادي الأهلي ما كانش كان شبه مش موجود فرصة مؤكدة ضائعة من مؤمن زكريا جاء له بالعرض هدية هدية بالعرض كان لازم يلعبها مباشرة إنما طر وقفها ودي برضو عدم ثقة في أنه بقاله مدة بعيدة عن التقلق يعني فكان لازم يلعبها مباشرة قبل ما محمد شريف رحز هدف التعادل توالت الفرص المضائعة من النادي الأهلي نظرا لسرعة اللعيبة عايزيني يأكده الفوزو بالتالي كان فيه تسرع في إنهاء الهجمات أحمد أسر عايز جوم بسرعة لازم يلعبها بالعرض لزميله بيلعبها هو بيتأخر بيتأخر فيها تتشير لها كده هيا ده اللي أنا بشرين لها كان لازم يلعبها دي بتاعت مؤمن زكريا من مراحل تاعت مؤمن زكريا لازم يلعبها من لمسة عايز يضمنها قوي عايز يضمنها قوي فالتوقيفة التوقيفة بتضيع بتضيع الفرص صحيح ودي برضو سنة عدم سقس برنانا كده في التوقيت إنه لازم يلعبها أسرع من كده تولت ضرع ضرع الفرص لغاية لما محمد شريف الحقيقة شبهة المصري اللي أحرزه بصلاح محسن بس التانية أحمد حمدي العباب كعب ودي حطها في الجول على طول فضلك الحقيقة محمد شريف الحقيقة نوعية ممتازة وخامة جيدة جدا إن شاء الله أنا نتمنى لها ومستقبل كويس الحقيقة التغريرين الأخرين إسلام محارب وأحمد الشيخ الحقيقة كانوا مؤثرين جدا إن النادي الأهلي ينهي المباراة بالفوز وكنت أتمنى إنهم يشتركوا من بدري لما لهم من فعالية هجومية إحنا كنا محتاجين حد يساعدنا في النحية الهجومية إنما الحمد لله منهم نزلوا وحققوا المكسب في نهاية المباراة الحمد لله كانت حشيش مبروك لينا رأيك طبعا مبروك لينا كلنا بس أنا عز أقول حاجة أنت قلت كلمة كويس قوي أحسب ما في المباراة هي طبعا النتيجة والصعود للدور اللي بعد إنما طبعا في كتير من الأخطاء موجودة في المباراة في لعيبة كتير جدا مش حالتها خالص وهو حاجة غريبة ما عرفش ليه مش هنقول إجهاد زي ما تكلمنا قبل المتش وقلنا إن المتش ده نفوش بقى إجهاد يعني اللعيبة كلها اللي بتلعب سواء ما لعبتش قبل كده أو لعبت حاجات بسيطة فما وصلوش لحتة الإجهاد فإيه داعي إن انت تكون مش في حالتك دي حاجة تاني حاجة برضو البداية اللي سيئة في المباراة خلت فيه ضغط من نادي الترسانة وجون المفاجئ طبعا برجل بعض اللعيبة وبذات اللعيبة اللي هي أول مرة بتاخد أول مرة بيبتدي في ماتش وكاس ويبقى مغلوب واحد سفر في بعض الليبة اللي ما عندهش خبرات طبعا حصل فيه لحبطة أنا بستغرب كمان ممكن يكون كان فيه أخطاء في التشكيل من البداية برضو ما زبطتش الملعب دي الأوراق المتاحة يعني تأذك الناس كانت تبدأ يعني برضو كان ناس ممكن تبدأ من البداية كان بو ممكن برضو يعني لو أنت عايز تجرب جرب بعد ما تستراحل النتيجة إنما تبدأ بكله وفيه ناس كتيرة جديدة معرفش يعني الملعب تحس إنه كانش مصبوط الانتشار بتاع اللعبة في الملعب ما كانش موجود صح زيادة على زيادة على زيادة بيقولك إن فيه بعض اللعبة مش في حالتها فدي برضو إدت يعني عدم ما فيش شكل جمالي للفرقة ما تحسش إن الفرقة بتلعب كرة جماعية ممكن حتت برضو عشان اللعبة بقالها يعني فيه لعبة كتير ما بتلعبش مع بعضها فممكن حتت الانسجام في البداية أنا معرفش فيه لعبة برضو برغم إنها لعبة خبرات مستوها مش هو المطلوب زي صبري ومؤمن يعني أنا مش عارف إيه الحكاية يعني بتاع الاتنين دول بالتحديد إيه المشكلة فيهم المفروض إحنا هقولنا قبل المطش يا جماعة فرص والفرص ما بيجيش مؤمن خد مرة واثنين وثلاثة معرفش مش عايز يوصل لمستواء اللي احنا نعرفه ليه السبب علامة استفهام صبري نفس القص يعني صبر المطش اللي فات كان لسه مثلا بعيد طبعا انت لعبت المطش النهاردة المطش النهاردة أنا شايف برضو إن الترسانة فري متواضع إحنا اللي طمعناه من البداية علينا بواحد صف وهو دايما اللي بتقدم وإحنا بنتعادل فبرضو يعني يعني مش مفهوم الكلام ده طبعا فيه لعيبة طبعا مبشرة زي مثل محمد شريف ده استمرار لنجاحاته وتقلقه وإحرازه الأهداف عندنا أحمد الشيخ طبعا عودته مكسب وأنا بستغرب إنه هو ما بدأش ليه المباراة وناصر مهر ما بدأش ليه المباراة ففيه برضو إحنا عندنا يعني المدير الفني عنده بعض أنا شايف إنه برضو بعض الأخطاء فيه التشكيل قدت للسيناريو اللي حصل كنت بداية الرأي موسيقى سيد خلينا نبتدي من بداية اللقاء يعني بداية اللقاء أنت عندك كل فرق فرع لها الشخصية بتاعتها داخل الملعب لكن النهاردة أنت بداية اللقاء بتاعك لازم أنت تفرض شخصية ندلي حتى بأي اسم من الأسماء يعني ممكن أنا أتفق طبعا مع علكبات على التشكيل ممكن يكون التشكيل ممكن فيه بعض التغيرات الكتيرة وإن كان ممكن يكون فيه تشكيل يعني فيه توفيق أكبر من كده أو أفضل من كده لك أنت النهاردة عندك تلعة ناصر مهمة برّ وانت مقعد وهم قريدي أصلا مرتاحين يعني يعني عندهمش مشكلان عندك اسلام محارب ميدو جابر ناصر ماهر ميدو برّ خالص عندك اسلام محارب وعندك ناصر ماهر وعندك السولية كان موجود و و و و أحمد و أحمد الشيخ موجود يعني مشكلة في حتة الإصابات الكتيرة يعني كان ممكن تبتدي بهم التشكيل ما بتددش بهم خلاص يبندر تلعب في سيستم واحد هو شخص بتافلت شخصيتك من بداية اللقاء الفرع الكبيرة بطبيعتها حتى لو اتغير حتى لو اتغيرت اللعيبة أو حتى لو اتغيرت تشكيل أو حتى لو اتغيرت الخطة بنفسها لكن عندك ستايل في اللعب يعني عندك كبيرة دايما بتحتفظ بالستايل بتاعك حتى لو اتغيرت بالسطايل بتاعك في اللعب أنا بعمل إيه في الملعب أنا بضغط في الملعب لما الكرب تتطع مني بهاجم الفرع اللي قدامي بحطها دايما في نص ملعبها دايما بكون ضغط عليها دايما بسرر على رتم اللعب هو ده السيستم وهو ده الستايل بتاعنا اللقاء في اللعب احنا افتقدنا الحتة دي في البداية عشان كده لما تسجل فينا هدف العودة عشان الخبرات اتفجأت بجون العيبة اللي موجودة في الملعب ما عندهمش خبرات كافية ان هم يرجعوا بشخصية النادي الاهلي داخل الملعب يخدوا وقت عشان السقة ترجع تاني وده وضع طبيعي جدا لأي فرق يعني اي لعيب النهارد انت بتحطه بيبتدي عنده مسؤولية عنده ضغط كبير عليه لما يجي في جون من بداية اللقاء في مباراة زيامورات الكاس حتى كما مش مباراة دوري يعني مباراة انه كاوة التعويض فيها ببقى صعب جدا ببقى فيه ضغوطات كبيرة جدا عليها عشان يرجع محتاج وقت داخل الملعب ده اللي حصل مع النادي الاهلي النهارد انك انت خدت وقت ومع بعض الاخطاء الصغيرة جيه برضو فيك الجون التاني وخدت وقت برضو عشان تسجل لكن شخصية النادي لما اكتملت في الخبرات اللي نزلت الشوط التاني عمر السلية واسلام حارب وحمد الشيخ اللعيب اللي عندها خبرات قدروا ان هما يحطوا شخصية النادي الاهلي داخل الملعب قدرنا ان احنا نكسب وكان ممكن نكسب اكتر من كده لما ظهرت شخصية النادي الاهلي داخل داخل الملعب والتغيرات والتغيرات اللي عملها مستر كارترون مع برضو انهم يمكن تكون تغيرات التأخر شوية بس وممكن يكون حد بيدي فرص لبعض اللعي بس احنا نشرح الاهداف وفرص مع الجملة كابتن ابي رهيم وكابتن حشيش وكابتن بلال لكن خلينا نروح زمالنا احمق ومع المدير الفني نادي الترسانة أحمد عبد المنعم كوشري يشوف قال لي ايه على اللقاء ونرجع لكم الجديد شكرا للمصورة كرام وكلنا تابع ومشاهدي شاشة نادي الآلي في كل مكان تعت مباراة نادي الآلي والترسانة في كأس مصي في دورة التمتلاتين وخوز الآلي في تلات أداف مقابلة تفيني سعداني يكون معي ابن الآلي هو مدير الفني نادي الترسانة كنت ناحمد كوشري برحب بك على شاشتك شاشة نادي الآلي طبعا أنا برحب بيكو طبعا برحب الكابت السيد وكابت ابريم عبد صامد وكابت ناحمد دلال ومن ثانى كابت المحمد حشيش طبعا عكبتني كلهم فبراحب بيهم ادخل معك بدون تسخين مباراة صعباء مباراة يعني الترسانة اختمع في المباراة رحل المباراة أكثر من كان ماركا ممكن يعد المباراة النهارده ويفوز على النادي الآلي لكن في النهاية نادي الآلي حط كلمته في الهاية الأخيرة ودعي الأخيرة كعادتو يعني طبعا من لعب النادي الآلي أنا عارف اللعبتي هتبقى الآن من النادي الآلي وقلتونه من النادي الآلي طبعا نادي كبير حتى لو تغيرت الأسماء واللعيبة فالنادي الآلي كبير يعني النادي عنده عناصر وعنده خبرات في الملعب وعنده ولكن طبعا أنا برضو بعزور النادي الآلي لأن التشكيل أو التركيبة بتاعت المباراة فيه أربع لعبين أول مرة اللعبوا مع بعض اللي هو صبر رحيل والجزار وأحمد علاء وأكرم في الشوت الأول فأنا اشتغلت على دين نحن نضغط ونعمل مباراة كويسة ونحن ما نخافش ونلعبه ودي فرصة نحن نقابل النادي الآلي وهو مش منسجم مفيش نسجام لكن طبعا فيه رهبة طبعا من اللعبة يمكن اللي خلانا كشينا شوية حيك تبقى يلعبه طبعا مع النادي الآلي وفيه في استادنا لكن في الأول آخر يعني احنا بنتمنى النادي الآلي يعني أنه يحصل كل البطلات لأنه ده بيتي وده النادي الآلي اللي اللي بحبه فربنا يعني يوفاهم إن شاء الله في فترة جاية لكن الحمد لله أعتقد أن احنا كسبنا احترام الجميع فرقة بتلعب كرة دوري ممتاز وأنا قلت له أنتوا فرقة دوري ممتاز فرقة بتلعب كرة حتى في الدوري بتاعنا احنا أكتر فرقة بتلعب كرة وبنحضر من تحت يمكن النهاردة في خوف شوية إن احنا نلعب مع الجون لكن احنا فرقة كرة والحمد لله أنا قلت له عايزين نخرج من المباراة دي بمكاسب مش عايزين نخرج حاجة أثر علينا في الدوري فالحمد للعيبة أه طبعا راضي عنهم طبعا طبعا لا يعني بص في فوارق يعني في فوارق في حاجات كتيرة لكن في الملعب الفوارق ما بانيش كتير يعني الترسانة كان ندي الترسانة كان ندي كبير للنادي آلي وإحنا اللي كنا بنتقدم لكن في الآغل لا يعني مباراة كويسة مباراة أنا مبسوط من فرقتي والأداء وطبعا وأكيد الخواج كارتروم يعني أطمئن على لعيب عنده فالآلي برضو ظروفه صعبة يعني اللعيبة المجادة الفترة اللي فاتت دي لأ كان لازم نهو يريح لعيبة فجاء برضو يعني حاجة كويسة ان الترسانة يكسب أو الآلي يكسب في ظل ظروفه ردت فعلك في الجون التاني وليك ليدك بعدت ورجعت ورا على الدكة يعني محدش يشوفها للي يكون مركز ده حسي أهلاوي عشان ننطفك أو نختلف ده حس لاعب أهلاوي بجد أول مداخل الجون للترسانة في الأهل اللي قد ترجع على العيب تفرح وانت تبعد ترجع بترجع نمس لا طبعا النادي الأهلي ده بيتي وخيره علي وعلى عائلتي كلها يعني أكيد أنا بحب النادي الأهلي وبرضو كنت أحب أن أنا فرقتي عشان أكون أمين معاك أن فرقتي تكسب لكن النادي الأهلي ده بيتي إداني اسمي وده أدي الأحفادي فعنا طبعا النادي الأهلي أتمنى لي التوفيق وجاي المشاعر ولكن نحن في شغلنا النادي الأهلي برضو علمنا أن احنا نخلص في شغلنا كذلك كنت شوفت احنا خلصنا في شغلنا لكن المشاعر ده هذه حاجة بتبقى داخلية فطبعا أنا أتمنى النادي الأهلي يفوز على طول في أي وقت وان شاء الله النادي الأهلي دايما يحصل البطولات وان شاء الله السنوات دا تبقى سنة كويسة والفرقة هتفوه إن شاء الله في الفترة الجاية ودائل الترسانة مباشرة إن شاء الله في التوفيق في الدرجة التانية أن تصعب بهم الممتاز بشكرا كابتا الحمد يا رب يخليك وسلامي لكل النجوم اللي في الستوديو وحبايب لكلهم شكرا أكيد حديث مهم للمدير الفني كابتا عمد كشري أحمد كشري بجد كابتا سيد في لحظات الهدف التاني نرجع للوراء العياب تحتفل هو بيرجع وراء يمكن دي لمسة اللاعب الأهلاوي اللي بجد لايك الكلمة زميل عزيز كابتا سيد عبدالخفيز شكرا مع لقائهم مع المدير الفني النادي اكترسانة أحمد عبد المهم كشري حقيقة كمان جرى النادي الاهلي في حاجاتك كتير جدا جدا وكان له الأسباقية وجول الأول وجول الثاني كمان بحقي جهاز الفني أحمد رجب والمجموعة ككل عاملين التيم كويس جدا جدا وأعتقد إن هما لو استمروا بالشكل ده ممكن نلاقيهم في الدار المبتاز إن شاء الله بسهولة جدا للسنة الجاية كابتا إبراهيم تليمني طبعا على الفوائد النهاردة مثلا لو في مكاسب للنادي الاهلي وخصوصا ونحن مقبلين على إفريقيا في ظل غيابات وناس في المنتخبات وناس مصابين وناس نريحها الجهاز الفني أهم حاجة عامل سليا اطمننا عليه إنه هو من الذكائز الأساسية في الخطة وسط النادي الاهلي دفاعا وهجوما وبالتالي عودته واطمننا أنه سليم ممكن يقدمنا في الماتش التالي إن شاء الله في إفريق مع وفاق قصد أحمد الشيخ الحقيقة أنا بطالب أن يلعب من زمان لعيب مكتهد جدا مهما بيحصل معاه ساكت ولا بيشتكي ولا بيعمل حاجة في مثل المصري كده يقول لك إيه إدي العيش لخبازه حتى لو كان ثلاثة ربع يعني أحمد الشيخ وإحنا منشع على الأهداف عمل أسست كويس أوي كان ممكن يبهى هدف كويس أوي وهو المتسبب في الهدف الثالث اللي هو جاب منه جول هو اللي عمل الفاول لتصاف وجاب جول الإسلام محارب الحقيقة برضو من اللعبة كويس أوي مكسب كويس أوي وجوده في وسط الفرقة محمد شريف الحقيقة كل مباراة بيقدم حاجة جديدة وبيجيد أحراز الأهداف وده خامة جيدة جدا ممكن نستفيد بيها برضو الحقيقة كون أن النادي الأهلي برضو في حالة مش طبيعية نظرا لخروج أكتر من اللاعب عن مستوى إنما بيقدر يرجع للمباراة وده شيمة النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي هيبليهم دور كبير أوي في الفترة القادمة إن شاء الله طيب كابتن حشيشي ممكن عودة الأهلي في الأهداف كانت مش متأخرة أوي يعني الأهلي مثلا صحيح دخل فيه جول في الديئة الرابعة وبعد كده قدر إن هو يرجع في الديئة 37 دي اللي اتأخرت شوية أعتقد أني توقيت الجولة التانية كان مهم جدا للنادي جدا 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 جفت لو ما أتأخرش شوية جفت يعني في توقيت مناسب جدا أنت هترجع للمباراة لأنه لو أتأخر شوية كان بدخلنا يعني ممكن أن تحد تظهر بزرطة جدا اللي أنا عايزة أتكلم برضو على علي لطفي يعني المطش اللي خده الأولاني بتاع الاتحاد كان يعني أنا بقول إنه مش مسؤول على الأهداف اللي دخلت إنما النهاردة برضو ممكن يعني فيه الهدف التاني طبعا أشرحه بس ده أشرحه لما يجي دي لك المسؤولين أنت أشرحه أهو بالزبط هو يعني يعني عدم توفيق في الكرة دي وفي بداياته إنه إحنا محتاجينه برضو لأن طبعا عشن الوقف بتاع الشريف إكرامي محدش دامن برضو الشناوي عشان المباراة صحيح اللي هي طبعا اللي جاية برضو أنا هرجع يعني وأتكلم على سوء حالة بعض اللعيبة يعني على سبيل المثال مثلا أحمد ياسر أحمد أنا عارف اللعب كويس أوي وتحركاته كده كان نفسي النهاردة يعمل مباراة كويسة عمل الكلام ده كان نفسي بأحسن من كده لأن أنت محتاج البوزيشن بتاعه أنت معدكش حد تتكلم على الزهر ومؤمن صراحة متعبوة أنت محتاجه في الفترة دي وأنا عارف أنه هو العيب على مستوى عالي كذلك برضو احنا قلنا طبعا صبر ومؤمن خلاصة المباراة طبعا أن أنت من حاجات الإيجابية بتاعتها أن أنت يعني الحمد لله محيت صورة المباراة اللي فاتت وصعدت برضو المكسب بينسيك برضو المباراة اللي فاتت وبيدي ثقة للعيبة والثقة للجهاز في القادم لأنه هو القادم أهم إن شاء الله كابتن بلال قولي التغيرات وهدف الكارترون أو وجهة نظر الكارترون في ثلاث تغيرات الأهلي يعني غير أكرم توفيف في دي واحد وستين ولزل عمر السلية غير أحمد حمدي في ديها سبعة وستين ولزل إسلام محارب غير في ديها واحد وتمانين مؤمن زكريا وغير أحمد الشيخ بص طبعا هو بص التغيرات أنا هكلم عن تغيرتين تانين إسلام محارب وأحمد الشيخ ومتغيرات هجومية كل لأنه خلاص أنت عندك فرود واحد ما عندكش البديل الفرود الموجود عشان تقدر تغير من طريقة لعبك يعني بعض الأوقات لأنه تشوف مستر كارترون هو بيغير من طريقة اللعب بلعب أربعة أربعة أتنين في نهاية المباراة خلاص بيلعب بيتطار أنه يحط أتنين فرودة في حالة التأخر خلاص بيلعب أتنين فرودة وبيفتح أطرافه مع لعب عشان يشتغل على الكرات العرضية اللي هي مشكلة وقافة الكورة المصرية في الحتة الدفاعية فهو بيستغل الحتة دي كواسة أو بيستغلها بشكل جيد النهاردة ما عندكش غير فرود واحد أحمد ياسر فمش قادر أنت تغير طريقة اللعب مش قادر تلعب بنفس الطريقة اللي بتلعب بها في الحالات الطبيعية لما يكون فرودة الأهل مكتملة عشان كده النهاردة كانت تغيرات في حدود الأماكن فقط لغير ولكن تغيرات بلعيبة موجودة عندها أكتر خبرة لعيبة أكتر فعلية على المرم ممكن إسلام وحارب أحمد الشيخ عندهم فعلية كبيرة جدا حتى كمان عمرو السلية الحتة دي عنده ميزة يعني شفنا عمرو السلية في كورتين النهاردة حتى كورت الهدف التاني كان ممكن يلامس الكورة كان ممكن هو اللي يسجلها هدف وطلع بالناغو طلع جنب علي أوي في واحدة كمان لو محمد شريف مطناش فيها وحطها له الدب الباصل ولا بصاله هو اللي عملها له هو عملها له في الثمانتاشر واستنى أنه يحط له لك محمد شريف يعني عارف بحسة المهاجم دايماً بيحب يجيب جول يعني الفكر الأولاني بالنسبة أنه يحب يجيب جول فعمر السلية كمان من اللعيبة اللي بتلعب على الجول بشكل كويس عنده تسداد قوية جدا ولكن ممكن يكون بوعده عن الموراد فترة طويلة برضو ما بيشاركش برضو عدم الثقة عارف لما تكون راجع من إصابة من فترة طويلة بتبقى الآن برضو في أول مشاركة بالنسبة لك بتبقى استرعب كلها سهلة بالنسبة لك تبقى استريح نفسك روح عالية جداً في الملعب لما شفنا عمر السلية نازل برضو مع الدفع اللي بيعملها اللي هو دايماً متعود عليها إنه دايماً بلعب في نص ملعب الفريق الخاص ممكن إحنا قبل كده في حالات في استوديوات قبل كده عرضنا له إنه عمر السلية من اللعيبة اللي بتحب تضغط وتطلع لقدام وبتكمل تحت الفرع عملها النهاردة كتير جداً شفناها في الثمانتاشر أكتر من مرة ودي كانت ميزة في لعيبة في بعض اللعيبة لما بتنزل الملعب هم بطبيعتهم بطبيعة لعبهم هم الشخصية بيحولوا لك اللعب يعني النهاردة شوفنا حمد الشيخ دايماً واحد على واحد بيحاول يعدي ويحاول فوقفات وعده مرتين ثلاثة من أجل شمال بينقلك نقلة كبير عمر السلية برضو بيحاول يلعب في الثمانتاشر وبيحاول يلعب عشان يعمل تصوبات برضو إسلام محارب نفس الطريقة فالثلاث تغيرات اللي حصلوا دول آه مكان بمكان ولكن زيادة من الفعالية الهجومية لما عمر السلية تغيرته في البداية زي ما تكلمنا واتفعنا كلنا النهاردة بتتكلم على اللعيب من اللعيبة الرقم واحد بنسبالك فانت عايز برضو تتطمن عليه عايز تتلعبه المباراة اللي جاي وده مهم جداً ان انت تتدير الفرصة انك تتطمن عليه تطمن عليه النهاردة ودي كانت برضو تغيرات ودي كانت وجهة نظر مستر كارتون النهاردة من وجهة نظر ايه في التغييرات اللي حصلت نهاردة عزيز ناكن باردو باردو في تأخير في التغير بتاع أحمد الشيخ آآآآآآآ واسلام محمد وااسلام محمد واسلام محمد في تأخير لان لو لاحظنا ان الأهل بدأي يمقالوا الشكل هجومي وضغط وفرص ضاعة في دقيقة واحد بداية من دقيقة سبعة و ستين الجون جظ في ببعديهاعة على طول بأربع دقائع وابتدت ضغطه أكثر من فرصة ضاعت في ضغط من اللجناب فبرضه كان لازم من بدر شوي لأن كان ممكن ما تلحقش هي برضه نقدر نقول إنه ناجل عايز يدي فرص للعيبة اللي بتلعبش عشان يأكد وجودهم عايز شوفهم وقيمهم عشان يقدر يقيمهم ويشارك أنا ليه وجد نظر في الموضوع التغيير التالي داخل لبالك ممكن فيه ساعات مديرين فنيين تقول لك إيه أنا ممكن نعبك سرطايم استنش في أوروبا ممكن أفضل من أخر التغيير التالتة لأ تحصل حاجة اصابع اصابع مثلاً يعني فهلعب نصص ساعة ناقص ففيه ساعات ممكن تغيير هيتغيرة الرابع دي مش ما ما تطبقيتش لسه في الدواء هنا في مصر لأ اللي تطبق لحد الوقت الحكم الخامس الحمدللله بفضل الله ما ببيش موجود في كاسم أنا مش فاهم يعني الدوري الدوري تحت رعاية الاتحاد المصر وقرة القدم فيه حكم خامس الكاس تحت رعاية الاتحاد المصر وقرة القدم مفوش حكم خامس لضغط النفقات يمكن بس. ماذا تضمن؟ كلا باركو. او يتصور. عايدين نزيع نزيع. لا يعني لايحة. لايحة محلية. اعتقل الدوري زي الكاس. بطولة هي برضو بطولة. بتشتغل على بطولة لازم يكون عندك عاكم خامس. لازم برضو يكون عندك نفس اللوايح. تكلم تكاس العالم ونوارده حاطه. فرصة انك انت الاكسروتان بالنسبالك لازم يكون فيه لعيب تاني. لعيب رابع موجود. دي برضو فرصة لكل اللي عنديه عشان تلعب. عشان كمان نقدر نستفيد يعني انت النهاردة. ايه المهم بالنسبة للاتحاد. انك تخش على الاكسروتان. وانت مثلا فيه لعيب مصاب من فرقة. فيه تغيير انت ناقص ومش عايز تعمله. والمبارع بقيت ابطأ بشكل كبير. يعني مهم جدا برضو يكون عندك لعيب تاني يا كابتن. حاجة برضو صعبة. لكن انا شايف النهاردة. مش عايز اقول برضو التغييرات اخرت. لكن انا برضو مع كابتن. انك انت عايز برضو تدي فرصة كبيرة لكل اللعيبة اللي موجودة. في الملعب النهار. المبارع مكنتش صعبة او. هي الموارات صعبة. احداثها. اه بالضبط. يعني موارات صعبة بالاهداف. يعني حتى دربة روكنيل. صح صح صح. والجول طبعا هنشرحه دلوقتي بالتفصيل الجول التاني. وواحدة تانية. اللي طلعها علي لطف. مناسبة اللوائح برضو عشان يعني نكمل. الاقافات في الدوري. مش بتكمل في الكاس ولا دي مستوى ودي مستوى. المفروض ان دي هي هي هي. مكمل طبعا. مبارح انا شفت في مطش بيريمدز. احمد حسن موجود في الملعب. وهو مطروض المطش القابل على طول. اه معرفش ممكن اللي هتقوم. فهل منع عشان كده بس. في طرد بيبقى مصاحب بغرامة. بس. يعني لو فيه تقرير. لو فيه تقرير ممكن بفيه. الطرد بيقاف المرد بعدها. لا ممكن بفيه طرد بغرامة. طرد بغرامة بس. تمام. يعني امتسل للقرار ما اتكلمش في القرار. تمام تمام. فيه تقرير الحكم مادنوش فيبقى ده غرامة بس. يعني. انما اللاحة شغال على المسابتين. اه طبعا. طبعا اللاحة مسبتين. مسبتين. يعني فيه غرد. يعني اللاحة كارت احمر في الدولة ملعبش في الكاس. اه طبعا. 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 فيه طرد مصاحب بإيقاف وغرامة. وفيه طرد مصاحب بغرامة بس. على حسب تقرير الحكم. اعتقد ان في حالة كابتن حمد حسن كانت غرامة بس. طبعا. طيب. عايز اعرض شوية فرص. بس بعد ما نشوف الاهداف. هتاخد الهدف الاول اللي داخل فينا. وكابتن حشيش هياخد الهدف التعادل. وهكذا. لحد ما نخلص الاهداف ككل. وبعدين ناخد الفرص. وكيفية التعامل معها كالنزاكة ابراهيم. فضل يا سامير اعرض لنا الهدف الاول. فضل يا كابتن ابراهيم. الحقيقة يا رجل اللي جاي. اللي جاي. يلعب الكرة. جاي من. من. في يومك المثل. والمثل لي كنت سيك 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 سير اضب لعند نقطة البنالتي كده. وما فيش حد اي مشاركة من المدفعين مع طالع الواحد وخالص. مفيش اي مشاركة. ولا حتى يعني كتف بكتف او حاجة عشان يقدر يضيقوه. عاو يحز العداف. كلهم. دي مشكلة اغلب المدفعين عندين على فكه. انهم بيبصوا للكورة بس ما بيبصوش للخسم. وكورة بتالعب الكورة الثابتة بالذات. لازم الرجل ان انت مسكه تبقى عينك على الكرة وعينك على الخصم عشان تعرف تحركاته وتعرف تنط معاه في الوقت المناسب ويقدر بتكف بتاعك أعلى منه وتقدر تنقذ الكرة وبالتالي انا شايف ان التمركز بتاع المدافعين والمسكر داخل التمنتاشر ما كانش بصفة جاية دا يعني في برضو حاجة التحرك بتاع علي لطفي برضو اه وتردد اتردد يمكن لو كان واقف مكانه كان ممكن يبقى قرب الكرة يعني بص حتى وهي بتتلقف حالة الرجوع بصو فهذا يرجع و هو بيرجع و هو بيرجع و هو بيرجع خلاص ساعم يعمل ردد فعلا بص بياخد التلات خطوات الوحي مانش حلو يا بص الو هو بيرجع صعب انما لو هو واقف مكانه اساسا كان ممكن كان ممكن يجب شوية معلش اقول برضو يعني هي كرة عادي اوي كان ممكن يطلع مسكه من بدل بلونة شوية من بدل بص يا كبتسيد برضو طالما كان مع صبر رحيل في الحتة دي continuar ما انت واخد تعليمات او انت واخد القرار عندك تقف على العرضة البعيدة ح говорят انك لم تجد بالحيتة دي ماتلعش بص كرة هذهカبتسيد هو طلع صحيح فهي بس افداذ اقرم توفيد العابة ده اقرم توفيد لا انا بقوله على صبر رحيل لا لا يصدر سيد اسا سيد 明anbul هو اقد ال terminar خلاص افضل واقف. خلاص افضل واقف. ما مكملش يا تام قصدي. صحيح. ماشي. اوكي. ده تمركز او تردد من علي لطفي وكمان ده كانت اه 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 اصاب رحل المفروض يمسك القائمة زي ما قال الكابتن بلال الثانية واحدة بس. واكرم توفيق ده كان اللعيب بتاعه يعني. اللعيب بتاعه. ده التحام قوي جدا من اكرم برضو هايل. اوكي. او احمد حمدي تخيل. لا يرجحها تاني معلشي. اه. معلشي. يعني ده احمد حمدي. اه اوكي. اه احمد حمدي اوكي. بدايتها. احنا تطولت شوية وبعدين استمر فيها. شريف. لكن قام يحسب لحمد حمدي بقى بص حرك. بص حمد حمدي. كمل ده حاجة حلوة جدا. اه. بالظبط. ده ملحوظة حلوة على فكرة. صحيح. ده مفضلش قاعد على الارض. صحيح. بعدين شريف عملها له بشكل كاست. شريف كمان يعني تقل على الكرة شوية لانه حس ان احمد هيكمل. فابتدى يلعبها له طبعا لعبها بال بال يعني خد الكرة وراح بيها على العرض القريبة. ولعبها بالعرض بتردد. هم. حطها شريف. وان참 ما فوقت كمان. وينحسب لشريف برضو كمان ان بعد ما لعبها. كمل. كمل. متابعة. عايش في اللعب. عايش في اللعب. عايش في اللعاب. عايش في اللعب. عايش في اللعب بتلعب الكرة وتقف تتفرغ تستنى. ان ما هو كمل كمان. الحياة برا عن تفاصيل صغيرة. صحيح. هتفتكر لو احمد حمدي فضل قاعد على الخط لا فيش هدف. لو انت عندك الجل الاولاني في المصر السنة اللي فاتت يا سمير. في المطش اثنينphin. اللي جابه احم رحمة الحمدي في مصر شخص غيره ومعبوا جدا جدا من جلده جاديً عمر سمير لكن سمير كان ميزةة روص الحربة لما كانت الدخل كاملتار ميزة روص الحربة انتظار الواقع كيف يتوقعها في حلقت الفرمية ايضا يتابع الحديث من روص الحربة ومن ثم فرنة العربة تابعهم وهو طبعا هم اللي بيرجحوا فرقة وده تركيز برده كابتن برهيم تركيز في الكورة والننا تابع لان في ناس كتير جدا بتفقد تركيزها بيلعب الكورة ووقف يتفرج ما بيكملش مع كفر جدا ما بيعاش الكورة بلغت ما الهجمة تنتهي تماما بعدين التفاصيل اللي أنا بقول عليها ده كابتن من حشيش يعني في التفاصيل الاولى اولا أحمد حمدي زودها شوان بس لما زودها راح قلبها بإيجابية بالضبط يعني مع التاكلينج عشان يعملها لمحمد شريف وبعدين ما استسلمش وفوض الواقع وشوف محمد شريف يعمل إيجابية عاش مع نفسه محمد شريف عملها حلوة أوي 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 لأحمد حمدي وبعدين راح مكمل ده المصر يوم بس تحس ان هو قريبين من بعض بس شبه قريب شوية بالضبط قريب اتفضل الكبت فعايز اقول دي تحسب طبعا ليه يعني فيها تركيبة بين أحمد حمدي وشريف اللعبه مع بعض وكمله والمتابعة مهمة جدا جدا في حظ الأهداف اوكي ده الهدف التعاير اللي جابه محمد شريف فيه بس نقطة مهمة جدا مهمة جدا وانت بتلعب على الجول يبع عندك الهدوء والسقة مهمة جدا يعني أنا عجبني أحمد حمدي أوي في طريقة ان هو عمل الكرة تشيب حتى وهي خبط في الجول المسافة كانت صغيرة أوي ما لحقتش تطلع الكرة علي أوي بس أي واحد مكان ممكن كان يلعب الكرة على الأرض فلو كاد تلعبت على الأرضك هتخرج برا يعني هترد من يدي الحارس أو من رجله وتخرج برا الملعب خالص في حتة ان هو يفكر ويبع عنده سقة وعنده هدوء قدامه الثمانتاشر دي مهمة جدا 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 لأي لعب مهم جدا بصك يا سيد يعني شوف طبعا التحرك هايل جدا من حمدي رائع جدا بص الحتة دي هو طبيعي جدا أنك تتحط ياما بالعرض على الأرض ياما تحطها في الجول بالضبط إنما الهدوء وأنه يفكر نعم الكرة في التوقيت الصغير دي تشب من فوق الجول بالعرض هتلعبها على الأرض في الجول كانت منك تطلع كرة بره وبره خارص فأنا بحب الناس اللي عنده من الحتة دي التركة الصغيرة طريقة التعامل طريقة الدخل 18 ركب في الداخل محساسك في المكان طريقة التعامل مهم مهم تشب تقوى الزبط تعملها ببوش رجلة تعملها ببوش رجلة طريقة التعامل طبعا طبعا فهم جدا جدا لتحرك للعمق إضافة لها كمان أنك يعني تبقى مفكر لما الكرة جاية لك يعني بص أحمد في الكرة دي وهي جاية عارف أنه هيقطع بيها ويلعب بالعرض واخد القرار من أول مجاد بص بص على محمد شريف كمان بص محمد شريف كابتين أول محمد بلق رح راجع لورا رح عمل تغييره بالزبط كده هيلة 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 يعني طيب الجول التانية بلالش رحولنا بقى الجول الترسانة بص منين كرة طويلة طبعا ممكن فيها عايز أقول بس السوق تأدير من صبر الرحيل هو طبيع بطبيعة الحالة لأ الكرة اللي إزاي كده كنت تنسى ببص أنا ترمى أنا مدافع وعندي مهاجم كرة عالية بالنسبة لي ما ينفعش أن أنا أسيب الكرة بيني وبيني اللعيب المهاجم صعبة جدا أنا أسيب الكرة بيني وأعتمد أن أنا أستنى الكرة تنزل رقم واحد أنا بحط جسمي وأطلع الكرة على طول صحيح ما ينفعش أن أنا أسي أدم ساحة كرة عالية بالزاد إن الكرة تبقى ما بيني وما بيني المهاجم المهاجم بأي شكل أو أشكال هو أعرب للكرة أعرب سبرينت هيب أكتر هو اللي شايف من نورانا مش شايفه يعني هو أنه أرده بص حتى الكرة أدام و هو مش شايف خلاص فما ينفعش أن أنا أحاول أحجز ترمى الكرة عالية لو على الأرض أوكي ما فيش مشكلة إنما ترمى الكرة بتنطة عالية يبقى فرصة المهاجم أكبر بكتر جدا من المدافع في الحتة دي دي رقم واحد رقم اثنين طبعا التأدير بتاعي برضو علي لطف يعني أنت أطلعت برق قول خالص و طالما أطلعت برق قول خالص يعني عندي وجهة نظرة قابت ومعرفش صح والغلط طالما أطلعت برق قول يبقى الطبيعة بتقفل الزوية البعيدة مش الدايئة هي أريد الزوية الدائعة توم مقفولة بالإبداع مستخدسي وطلع برق قول خالص طالما أطلعت برق الجول خالص هي أريدي كده الدايئة بتبقى مقفولة لوحدها فالطبيعي إننا نقفل البعيدة بقى خلاص يبقى الطبيعي المنهج بتاعي أو الفكر بتاعي إننا نروح الزوية البعيدة بأي حلم الأحوال لأن حتى لو تلعبت في الدائعة لو تلعبت في الدائعة رجليه هو الحارس تبقرب لكرة بشكل كبير حضيف حتة بس حتة بالنسبة لصبر المدافعين الكور دي برضو فين إيديك وفين أكتفك خطام يعني فين الكلام ده منفعش واحد منفعش واحد يمشي معايا كده واسيبه وعادي يعني تفهم زي أضعف الإيمان يعني خلاص حسيت إنه هيزيد سرعته أنا بقدر يعني منسميع أن نعجزه شوية بالكوء بالكتف يعني لازم أفيل تحام مشاركة شوية هي البداية كمان هو ماشي من قدامه بسهولة شديدة تأكيدا بايدو الكلامك هي فيه في وقت سرعة يعني الراجل بادي قبليه بثلاث خطوات وبعد كده بيعملها بتباغه كان لازم صد رحيل ياخد خطوة عشان يحجز الراجل بسهولة يحجزه عشان سرعة من غير ما يعمل فاول ولا أي حاجة وبالتالي كان يمكن يمعنا هذا أو يكمل معنا كده كده فلع برده أنا الكورة اتخذت مني لازم يعمل فاول بخلص وبعد يعمله برجله يعمله برجله لازم يتحرج بجسم خطوة للا برده بس الحيس يحجزه وعلي لطف كمان 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 ده حتى يعني هو طلب برجون علي وده مصح وكل حكا كان كان ممكن كمان يفرد رجله صحيح حتى دي كمان يطلح برجل ممك اه برجل ممك تعمل معنا لأنه كنا مش خطر خالص لا رايحة في سقف الجولة ووش قوية أوي كمان ويعمل أي حاجة غير اللي عمله يلا غير موفق فيها هلا هو الله صبر الجل التعادل بتاع محمد شريفي التاني يا كابتن إبراهي الجل محمد شريفي التاني 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 التعادل بعده بسبعة داية على طول واحنا لسه في جلنا عمر طارق ده جدا لعب كويس أو على فكرة اشارنا لي قبل الماتش فعلا واكد كلبنا يعني عمر طارق ده الجل التاني بعدها بسبعة داية على طول محمد شريف مش جاي هييجي دلوقتي يبقى خلصت على صبري مصمم خلصت على صبري مصمم 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 كنت لعبت بالهد من المدافعين كان بثمرية ذكية جدا 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 بين المدافعين قدر محمد شريف من لمسة واحدة ودي برضو حسة الهداف انه موقفش انه باصص شايف زوايا الجون كويس شايف الجون واقف فين ومتوقع اللعبة يعني اول مدافع ده البداية اسلام محارب اسلام محارب لا احمد ياسران عملها حلم احمد ياسران الحقيقة عملها هايت ببرا رجله ببرا رجله عملت الكيرف الصغيرة بحيث تدخل بين المدافعين وبرضو الحقيقة حسة محمد شريف انه هو قاري انه ممكن تيجي الكورة كده بتاحت رجل الجون على طول من لمسة واحدة قدر يجيبها يعني من هنا من هنا من البداية من اللمسة واحدة بتاعت الياسر الحقيقة يدوبك حطها تاحت رجله ومن لمسة واحدة قدر يجيبها عشان كده كتوريم لما اتكلمت انا على احمد ياسر طب مين اللي عملت كده ده احمد على عملها كويس بطول حطها حلوة بطول سحرية كان نفسي النهاردة ياخد يمكن يمكن حاجة الوحيدة انه هو برضو بعيد عن المتشاط والفروت برضو بعيد عن المتشاط في فترة كبيرة عايزين نلتعيش في العز برضو هو ولد صغير وليسه ويمكن اول المتشاط اللي ياخدها من البداية صحيح وتتعارب كده شوية يعني لو تكرر انه هو يشترك متى يقلي الولد ده هناخد منه حاجات كويسة في المستقبل ما نفقدش فيه الامل صحيح طيب الهدف الخامس او الهدف التالت للأهل الخامس في مجمع اللقاء طبعا دي هنجيبه برضو من الأول تاني معلش متلعب الكورة ثابتة طبعا اجمل ما في الموضوع الفلو بتاع احمد الشيخ انه هو مكمل وتوقع انه ممكن الكورة تعدي الناس كلها على العرضة البعيدة وتلعبه طبعا متقنة جدا يعني انه هو يحط رجله برضو فيه ويكمل العرضة البعيدة دي برضو خبرات لعيبة واحمد طبعا لحد مفتح يطلع يقولك الكورة دي اوف سايد الكورة دي مش اوف سايد خالص ما لمستش عمر السلية خلي بالكم فبقيت لعبة أولى كل دا لعبة أولى ارجع بس ارجع 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 سامر بعد ازنك ارجع تعالف المهمة بس ايه بص دلوقاتي العمل يفهمد من الأساس آآ 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 احمد الشيخ و بعدين اللي رفعو اسلام وحارب كل دا ما فيش ولا واحد غلني خالص غلني خالص وبص احمد الشيخ جاي منين كمان بالفضل بك تتلعبت لعبة خلاص ولا واحد برضو افس سايد لو لمست عمر السلية كم бли . لايه طب League لامس تأمر السلية هنا. Tap side؟ لا لمست عمر السلية Lois Junior. لاينا خطان lumière집ه. لماذا لمست عمر السلية فتكتب ? لا tout jest. لبطريقة اللى هو داخل بيها وبطريقة اللي داخل الى د وعدل بطريقتك بها د you saw Dya Ibow��. بالضبط. إنما طبعا يعني في بداية الكرة هو بتتلاقب طبعا كانش فيه أي حد قفصيت خالص وحمد شير جاي من وراء خالص ودي الميزة في الليه التكملة والتوقع إنه هو لأنه هو على آخر منطقة في العرضة البعيدة فهو الحياة جاء وبرضه على شماله برضه دي لسعادته تمام فيه نجم للقاء اللي هو محمد شريف من حيث الأرقام وفيه جندي مجهول للقاء كريم ندفد هنقول لكم من حيث برضه الأرقام يبقى نجم اللقاء من الأرقام محمد شريف والجندي المجهول بالأرقام هو كريم ندفد هستعرض الكلام ده بس بعد ما نشوف اللعيبة مع أزميننا أحمد كوان وهم طالعين للأوتوبيس ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم موسيقى 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 المترجم للقناة 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 هي رجعت العمر السلية بص عمر السلية والحسابت عبداليا سلامي عمر ده يرجع حاله تاني بقى حطهاله بقى كمل جملة هي دي زي ما انت بتقول كده بجنب رجله نعم يكمل كمان الدبل باس كنت تبقى حلوة جدا والراجل جاي بوشه وش لجون لان انت طبعا عشان تلف انت برضو مش عارف انت يعني واقف فيه بالزبط عشان تقدر تضمن الكورة انما اللي جاي بوشه شايف شايف المرمو اوكي كابتن ابراهيم كابتن حشيش كابتن بلال يمكن كلامنا خلص في الجزية داية قبل ما اشكركم فيه 3-4-5 داية كده بالكتير نسيبونا وننطلق فيها شوية بعد يمكن من يومين انا اتكلمت في مداخلة هنا تلفونية مع كابتن وليد صلاح الدين على موضوع الاعارات وفيه زميل عزيز وانا يعني يهمني تواصل معاه احنا يمكن نعتبر جيل واحد يعني او سن قريب من بعض يعني بعتز جدا بزملته او صدقته يعني في نفس الوقت يعني ما كنت شانل اللي عرضت الموضوع على فكرة دا هو كابتن وليد صلاح الدين هو اللي قال يعني ياريت تناقشه يعني مش احنا اللي احنا اللي تطوعا مننا راحنا دخلين في موضوع الاعارات ومين يلعب ومين ما يلعبش ومن حقك ولا مش من حقك لكن طالما انت دخلت في الموضوع دا وما كنت شانل اللي طارح فيه اساسا او انها كنت صاحب الكلام من بدايته خلينا اقولك بعض النقاط يعني الكلام مش قانوني خالص وانت بتستند لموضوع الاتحاد الانجليزي ان هو يعني بيسمح بالكلام دا الاتحاد الانجليزي عنده دا على كل الاندية مش نادي لوحده يعني مش تشلسي عايش مع نفسه ولا منشصر عايش مع نفسه ولا ليفربول عايش مع نفسه كله دا نظام نظام وفيه حاجات في الاتحاد الدولي صديق العزيز بتبقى ملزمة وحاجات غير ملزمة يعني حاجات الملزمة دا ما فيش فيها اجتهاد ولا اجتهاد مع نص النص ده القانون والنص ده اللايحة مش بالضرورة يبقى في الحاجات الدينية بس النص ده الاتفاق أو الإلزام بين حد وحد فالاتحاد الدولي في حاجات بالنسبة لبنود بتبقى ملزمة وبنود غير ملزمة بنود بيسيبها للاتحاد الأهلي بتاع أي بلد يعمل فيها اللي هو عايزه الإنذارات الثلاثة، الإنذارات الأربعة القيد 20، القيد 25، القيد 30 الإعارات خمسة، الإعارات سبعة مش عارف فيه استبدال ما فيه استبدال دي حاجات مش ملزمة لكن فيه حاجات ملزمة قطعا فيش أي مشكلة أنت لما بتجيب حاجة ليه أنا من سنتين تلاتة ولا أربعة أنا ما قلت شعيتها أو أنا تكلمت فيها أن ده قانون ده عرف موجود يعني العرف موجود أنت من حقك أن أنت طالما اتفقت وبينكم وبين بعض أن ده ما يلعبش ولا حاجة برحتك يعني إذا مالك مثلا متفق مع خمسين لعيب أو سبعين لعيب أو ستين لعيب كده مش فير أبدا يعني أنا تعاقد مع خمسين ستين لعيب وتم إعراضهم على كل الأندية وما يلعبوش قدامي ويلعبوه قدام الفرقة التانية ده ما فيش منطق أبدا في كده وما فيش تكافؤ له الفرص لو خدتها بالشكل ده لكن في نفس الوقت الزمالي كسب الاتحاد السنة اللي فاتت مثلا 2-0 وخسر من الاتحاد فعدم وجود السيسي 2-1 فالموضوع دي مش هي دي قصة لكن أنا بتكلم في القانون في القانون الاتحاد الإنجليزي عاملوا لكل الأندية لكن الاتحاد الإنجليزي عشان تبين حتى صديقي العزيز اللي أنا برضو باهتم في صدقتك جدا جدا ومش عارف تعمل لي فيديو الصبح وعمل لي فيديو بالليل وعمل لي فيديو المغرب مش كده يعني انت كنت ممكن تسألني بالتليفون وتليفوني معاك يعني كنت هتكلم معاك بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح وانت كمان مش هتقول لي اللايحة اللايحة والقانو بيقولوا ايه اعتقد ان انا فهم كويس جدا يعني الاتحاد الانجليزي هو ملزن لكل الناس لكن الاتحاد الانجليزي نفسه مع تشيلسي نجملة كبير محمد صلاح عشان تعرف ان كلامي صحة مش غلط محمد صلاح لما تم تقعارضه من تشيلسي لإيطاليا لو وقع مثلا النادي محمد صلاح كان معارض من تشيلسي لا فورنتين لو وقعت القرعة نفترض ان فورنتين بتلعب دوري ابطال اوروبا ولعب ضد تشيلسي كان هيلعب فاذا الموضوع ده خاص بالاتحاد الانجليزي والاتحاد الانجليزي عاملوا بلد الكل الاندية لكن احنا هنا في مصر ما يبقاش نادي ماشي بمزاجه يعني النادي ده يتعاقد مع سبعين لعيب مع تمانين لعيب وتم عارضهم للاتحاد واللي اسماعيلي والأسوان واللي مش عارف مين ومين ومين بس بشرط ما لعبوش قدامي ولعبوا قدام ببقية الفرق فين المنطق اللي انت بتدعي ليه بشكل كبير جدا ثانيا لو انت مزعلك ان احنا بنتكلم شوية او بقىنا شهر يعني احنا موجدينك على الساحة دي الاعلامية بقىنا شهرين ثلاثة يا راجل انت بقى لك اتناشر سنة يعني وصلت يا ليل يعين كانت على الاهلي بتبدأ الساعة اتناشر الظهر يعني يا ليل ويعين بتنتهي الساعة اتنين بالليل على الاهلي وانا عمري في حياتي ما طلعت قلت كومنت انت قلته او علقت على حاجة اسف انت قلتها على الاهلي في خبر في تقرير في موضوع رابعا حضرتك اعلامي على عيننا وراسنا لكن حضرتك مش هتقول لنا نقول ايه وما نقولش ايه احنا نقول في الوقت اللي احنا عايزين نقوله ايه وما نقولش في الوقت اللي احنا مش عايزين نقوله براحتنا جدا زي ما حضرتك لك الحق ان انت تتكلم في اي حاجة احنا لنا الحق انتكلم في اي موضوع احنا مناش علاقة بقى بالنادي التاني لو احنا مناش علاقة بالنادي التاني اعتقد ان انت يعني تعمل مجلدات في كلامك على الاهلي فالموضوع باختصار شديد هو طرح قاله كابتن وليد صلاح الدين وانا قلت له فيه القانون بيقول ايه وما زلت عند رأيي واتحدى اي حد لو اي حد من الاندية اللي معار لها لعيبة انها لعب لعبة حد حد يجي جنبهم بكلمة او بغرامة انت مش عايز تلعبه بناء على اتفاق برحتك لكن هل ده قانوني ولا غير قانوني غير قانوني انت كاتبه في العقود اه هيبقى فيه مشكلة شوية هتتعلق شوية على الاتحاد المصري والاتحاد المصري مش هيخكر مش غير نتيجة يعني نفترض ان انا كنادي مدي اللعيب لنادي تاني واللعيب ده رح ملعبه عارة مثلا والنادي تاني رح ملعبه قدامي النتيجة مش هتتغير الاتحاد المصري مش ممكن يغيرها واسوأ الحالات هيروح للاتحاد الدولي الاتحاد الدولي هيقوله يا ابني روح بقى بعيد عني الكلام ده مش ملزم خالص وخصوصا لو الاتحاد المصري مش عاموا على كل الاندية مش قيلوا على كل الاندية خالص فيما يخص بقى من 3-4 سنين احنا عملنا ايه مع امبي واحمد عبدالظاهر ايه واحمد مش عارف ايه انا قلتلك دي اتفاقات لكن هي اللي هي قانونية ولا غير قانونية انا بقولك مش قانونية ما بقولش ان الاتفاق ما تنفذهاش الاتحاد عايز يعمل كده بيجيب لعبة بـ 50-60 مليون جنيه مثلا ولا 40 مليون جنيه ومش عايز يلعبها برحته هو حر برحتهم يعني امبي مش عايز يلعب برحته اتفاقه عايز يلدن به لكن انا بقولك قانوني ولا مش قانوني لا ده مش قانوني اعتقد اعتقد يعني ان احنا في حياتنا عمرنا ما بنعلق على كلام يعني اوانة تحديدا ما بعلقش على حد غير في وجهات النظر وبراحة جدا وبدون عصبية والدنيا بتبقى هادية جدا وبسيطة خالص وما فيهاش اي نوع من التنشنة يعني ولا زي ما قلتلك او تعليق حضرتك قلتو او خبر حضرتك قلتو او تقرير حضرتك قلتو او معلومة حضرتك قلتها وانا طلعت قلت فلان قل بكذا وفلان قل كذا وفلان قل كذا وكلامه بيتغير والمنطق لا الكلام باختصار شديد هو قانون او غير قانون والنص يرتبط بقى في الحاجات القانونية اللوايح وغير كده ياريت ياريت يعني انا بقولك للمرة للمليار انا بعتز بصدقتك جدا فياريت بتدخلش الامور كلها في حاجات مختلفة واحنا كل واحد يقول وجهة نظره ويطرحها وعلى المشاهد ان يتقبل وعلى المشاهد ان هو زو عقل يقول الكلام ده صحيح والكلام ده مش صحيح بأي ان كانت الانتماءات أو أي ان كانت الحواديد يا رب بكون قفلتها وما نجيبش حاجات قديمة ونقعد نتكلم فيها لان اعتقد لو جيبنا حاجات قديمة والله العظيم ثلاثة واختلافات الاراء واختلافات الكلام والنهج والطرح اعتقد ان فيه حاجات كتير جدا جدا عملة زي الكاميرا الكافية يبا يبا دا با دا با دا يتوقع التغير فشان حاجات كتير كاتو رهيم شرفتين والله الشرف لي والله اننا هكذا موجود مع الصحبة الجميلة والحمد لله انتهت على خير النادي الاهلي في دولة 16 شكرا كابتن حشيش والف مبروك شكرا بستيد ومبروك للنادي الاهلي وبروك لكم وكلكم شكرا كابتن بلال شكرا بستمعين حبيب يا بلال والله يومنا خلس على خير ان شاء الرحمن هسيبكم فترة مسافر ان شاء الرحمن وكده وهتقابل معاكم الاسبوع اللي جاي على خير بإذن الله يعني اجازة سعيدة بإذن الله تعالى ونتقابل على خير ان شاء الرحمن وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المباراتين اللي جايين بإذن الله شكرا جزيلا لكم والف مبروك للنادي الاهلي اشتركوا في القناة